حياكم الله و مشاهدين الكرام من جديد نرحب بكم تساهم العديد من القطاعات في خدمة الحج من كل عام و من تلك الجهات أيضا التي كانت تشارك في السنوات الماضية التي لم يحصل لها الشرف في هذه السنة الكشافة دور الكشافة خدمة الحجيج عبر السنوات الماضية دور كبير جدا يسعدنا اليوم أن نستضيف مفوض رواد كشافة الطايف وهو الكشاف يحيى بن حسن المولد حياك الله أستاذ يحيى مرحبا بك دعنا نتحدث عن كشافة و نتحدث عن دور الكشافة و متى نضميت الكشافة صد يحيى حديثنا عن تاريخ شوية من كشافة يحيى حسن المولد مفوض رواد كشافة محاولة الطايف قبل كده كنت قائد كشفي تأهلت من المرحلة الابتداعية و أخذنا بها إدارة قادة و أخذنا تمهيد شارة و شارة و الحمد لله فالطايف يعتبر من أميز المدن ماشاء الله في الكشاف و النشاط الكشفي فحظنا نحن من أهل الطايفة فكان كل الدورات تقام عندنا في الطايفة فهذا كان شرف لنا كبير أن نؤهل زملائنا في جميع مناطق المملكة أيضا عندنا معسكرات إعدادية للحج كانت قام في الطائف و قبل أن ينتقل الكشاف إلى الخدمة لابد أن ينتقل أول شيء في هذا المعسكر و من ثم يصير عملية الاختيار يأتينا 200 أو 300 نختار العدد المطلوب 40 أو 48 حسب أعداد الفرق التي تطلبها من جمعية الكشافة في مكة المكرمة ممتاز فمن هذا المنطلق و من هذه الدورات نؤهل الكشاف كيف يتعامل و شيء مع الحاجة أيضا كيف يستفيد من أن يقدم خدمة لحجاج بيت الله الحمام انضميتنا الكشاف و أقولك في عام 1401 كقائد كشفي ماشا الله و أتأهلت و تدرجت إلى أن وصلت إلى الحمد لله قائد تدريب في هذا خطة العريف في مصر ماشا الله في 1411 اختارتنا جمعية كشافة العربية مع سبع من الزملاء انتقلنا إلى مصر و أخذنا الدورات التعهيلية مع العمل أن أخذنا نفس الدورات هنا في الطائف و في مكة لكن هذا تعتبر اتصاق لنا في الموهبة و كيفية الاستفادة منها ممتاز اسمح لي أستاذ يحي نشاهد الآن عبر البث المباشر ماشا الله تبارك الله تغيير كسوة الكعبة الشريفة و أيضا أمطار على مكة المكرمة نعم و بصراحة يعني يتمنى الواحد أن يكون أمام هذه الكعبة مشرفة و يخدم فيها بكل صراحة منظر جميل و رائع جدا يعني أستاذ يحيو لو تعلق على هذا المنظر الجميل هذا يعتبر من المناظر التي يشتاق إليها كل مسلم أي والله و يتمنى أن يكون في هذه اللحظة في هذا المكان سبحان الله و دخلهم إن شاء الله و إن شاء الله هل إن شاء الله مكة المكرمة و من ثم من هناك تتوزع على معسكرات ميناء و معسكرات عرفة ما شاء الله و يتم من هذه المعسكرات أيضا تعهيل الأولاد على التعرف على كيفية المسح ممتاز مسح هيش مسح المناطق في الزمن السابق كاننا بنعم نفسنا ننزل مع ابنائنا الكشافين إلى ميناء و نشوف الشوارع و نمترها و نكتب اسمها الحجاج المطوفين اللي موجودين في كل منطقة و في كل مربع بعد كذا العصر لأن نروح لي عرفة يكون برضو عملية المسح نفس هذه الفرقة فكانت الفرقة تشارح من أول الحج إلى يوم سبعة في عملية المسح اللي جم معلومات عن المطوفين نعرف المطوف هذا فين و المطوف هذا فين و المطوف هذا ليش لأنه لما نصير عملية الإرشاد لابد أنك تعرف المكان أو شيء أنك تستفيد من الوقت و أيضا من الجهد تعرف مع زحمة الحجاج و ماهو ما الإنسان يصل إلى المكان اللي يبخص فيه أطراف منه لما نكون هناك موقع اللسان و يعني فيه أطراف منه و أنت في أول منه هنا في معسكر اللي هو الخدمة العامة فلابد أنه هذا المجهود كان يبدلوا بناء الكشافين حقيقة و كان يبدلوا مجهود كبير في سبيل المجهود و أيضا الدقة و بعد ذلك يرسمني خارطة لهذه المنطقة على أساس أنه لما نجي عملية الإرشاد المنطقة الكائل الحاج فلاني عند المطوف فلاني يجي كالك أنا عندي يا أستاذ أنا أعرف المنطقة التي لدينا نرسمت خريطتها هذا يعتبر من المجهودات التي كان يبدلها أبناءنا الكشافي في خلحك دعني أسألك أستاذ يحيى بالنسبة للكشافة هل هناك مثلا رتاب فيه دعني نقول مراتب معينة بيصعد فيها الكشاف نعم نعم هناك مراتب معينة لدينا الكشافة الأول و الكشافة المبتدي و الكشافة الثانية هذه عبارة مثل الأشرطة مثل عنجمة مثل ما ترفع المعسكرين نحن نرفع أيضا أبناءنا و الكشافين على طول العام لأن يبقى معايا عام كامل أشوف إيش المرتبة اللي استحقها ما يتم هذا عن طريق البرامج اللي يطبقها أنا في عندي برامج في عندي مسابقات في عندي إشارات هواية في عندي إشارات جدارة لابد أن يجتازق الكشاف أو الشبل في المرحلة الابتدائية أو الكشاف المرحلة المتقدمة بالنسبة للمرحلة المتوسطة الفتيان والجوالة بالنسبة للجامعات عندنا المتقدم في المرحلة الثانوية هذه المراحل نفس المرتبة تقدر تقول أول ثاني مبتدي أول ثاني حتى يصل إلى المراتبة العليا وبعد ذلك سبحان الله بعد ما يتخرج يواصل العمل خصوصا لكن في التعليم تجد أن هذا على طول يؤهل يعتبر هذا قائد كشفي و يستمر في نفس النشاط و نفس المنهات دعونا نتكلم عن بعض الذكرات التي حصلت في الحاج ما هي أبرز الذكرات التي حصلت لك أستاذ يحيا و لا زالت خالدة في ذلك الله يا حبيبي ذكرات كثيرة ما شاء الله يعني الحج في مواقف كثيرة و لكن المواقف تبقى مع ابناء الكشافين نجد أنه كشاف نحن عندنا كل الأربع ساعات فرقة تنزل و من ثم يتجدد فرقة أخرى حسب اللي هو الصباح العصر المساء بعض الشباب من ما شاء الله من التحمس و من شدة و محبة للعمل و محبة الخدمة انتهت على الأربع الساعات خلاص المرض أنه ينسحب مع قائد و فرقته إلى المعسكة للراحة تجد و قالك لا أنا أستمر مع الأستاذ بولان على أساس أنه في عندي حاجة أبقى أوصه في المكان و فعلا أنه يجيك حاجة في آخر اللهبة أنت لابد أنك عملت السلام و التسليم فقال لك أنا أخليه معي أنا أوصله و بعد كذا أعود معه فهذه تعتبر من الأشياء الطريفة و الطريفة التي يعتمد عليها كشافينا في السابق و في العصر الحالي جميل أشوف ما شاء الله في مجموعة من الجوائز أمامنا يعني فلو تحدثنا عن بعض هذه الجوائز التي تم الحصول عليها من قبل هذا يعتبر هو در السلام أول يقيم في الجبال عام 1426 هذا يعتبر أول معسكر للسلام يجتمع فيه أكثر من 120 دولة من دول العالم ما شاء الله و كان لهم صولة و جولة المملكة و نجاح باهر ما شاء الله لهذا المعسكر و هذا من فضل الله عز وجل أيضا في عندنا المعسكرات خليجية أقمناها و تعتبر أيضا من أنجح المعسكرات فالناس كانوا يجون للطائف لأن الطائف قريب ما بين مكة ما بين جدة فتعتبر هي حلقة وصل و الأجواء خصوصا البرنامج يكون في الصيف فيكون الوقت مناسب و الأجواء مناسبة فالحمد لله يعني تعتبر هذه من الأشياء التي أفتخر فيها لأن أنا شاركت فيها في الإعداد و في التنفيذ و في المسابقات أيضا في المخيم العربي هذا يعتبر أول مرة يقام في المملكة قام أقيم عام 1420 المخيم الرابع و العشرين ما قد أقيم في المملكة إلا في ذلك العام و أيضا اعتبر من أنجح المخيمات العربية أفتكر فوزي فر إلى الله يرحمه الأمين العام قال أنتم السعودية تعبتم من سيأتي بعدكم يعني وفيته كل شيء فتعتبر هذه من الأشياء التي نفتخر فيها خصوصا قادة الطائف خاصة الطائف لأنه نفذت عندنا و عدت عندنا و اجتمع فيها أبناء أنا من جميع مناطق المملك بالإضافة إلى اللي هو سواء دول الخليج أو الدول العربية فهذا يعتبر لنا فاخر لنا نعم أيضا في عندنا بعد كذا انتقلنا ترى خرجنا من الكشافة و قاعدنا عن العمل اتجهنا إلى الرواد فالرواد هذه تعتبر أيضا مفوضية مفوضية جميع الكشافة تشرع جميع الكشافة العربية السعودية تسمى مفوضية الرواد أول ما كانت مفوضية قدامة الكشاف هذه انشأت في عام 1420 وبعد كذا تغير مسمىها إلى اللي هو مفوضية الرواد فالحمد لله اعتمد هذا الاسم حتى على مستوى العالم العربي فكانوا مقدامة الكشافة عندهم أصدقاء و أحباء الكشافة فلما اقترحت هذا الاسم الآن أصبح اسمه الرواد في جميع المدن الدول العربية اسمهم الرواد هم من تعدى سن اللي هو التعليم و تقاعد عن العمل و لكن ما زال محبا للكشافة و نشاطها الكشفية نعم صديحة أنا أشكرك جزيلا شكر يعني اليوم أعطيتنا كده لمحة كبيرة عن الكشافة فشكرا جزيلا لك لا شكر على واجب و بداية نشكر جميع الكشافة العربية السعودية و حقيقة حزينين لأن هذه السنة لم يكن لهم مشاركة بسبب الجائحة فنسأل الله للجميع التوفيق و الحمد لله هذا يبشر بنجاح الحج من أول يوم اليوم التروية فنتمنى إن شاء الله أنه في العوام القادمة أننا نرى كشافتنا تعاود و تزاول عملها من أفضل إلى أفضل بإذن الله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك